اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ملوخية مقلوبة منقوشة مرقوق مربة مرصبان معكرونة معمول مفروكة محيشة مخلوطة مقالة معكرون مساعة مشاوة مكدوس مكبوس بس اهم شي اهم شي مكدونالد هلا بتقولوا هيا بتعمل دعاية لحدا اجنبي طيب مالك التطوق هيك تنكون عنا نعمل دعاية لحدا لبناني يلا الاسرائيلية بعض النازلين تخبيص هلا شيلوا القطلى يلا عم بيروحوا عندهم بس الجماعة بدون يعملوا حيالا شي كرميل المعنويات انه المعنويات بالارض او بالاحرة تحت الارض بالانفاء المهم الاسبوع الماضي طلعوا بخبرية انه حرروا اسيرة من حماس بعملية اخت شليتة عملوا عملية اخت شليتة الى اول مال الاخر ونتانياهو مبسط والجيش مبسط بس صراحة حماس تفاجأوا صار يدقوا لبعضهم شو مصبوط مين كيف ليش وين مش بحس انه تفاجأوا لك حتى الاسيرة هي بحد زيتها تفاجأت قلت لهم يا عم يا جماعة انا لا اسيرة ولا بلوت كنت عبقزر اخ اخ شو طلعتوا الخبرية شو طلعتوا الخبرية شوفوا تفضلوا متحدث باسم الجيش الاسرائيل لسي اعنان وقع خطأ في الترجمة بالاعلان الاول يعني انقاذ الجندية المحتجزة لدى حماس خطأ ترجمة خطأ ترجمة بين مين ومين حبيبا ما اعلام كون اقلة من هشي غير اذا بتحكوا غير لغة انتوا وياهم يعني اذا اصدق الاعلام الامريكاني يعني بفهم منك انه عم بتقول ما بيعرفوا عبري ليك حبيبا تاني مرة شو ما بدك ترجم شو ما بدك بعدوا لتليزيون المنار ايه مش بس بترجموا والله بقلوا لك ياللي كتبوا شو كان عم بفكر بوقتها هالخطأ ترجمة قال لك اخ اخ شو صار اصبوع الماضي شو صار اصبوع الماضي مخرج شو صار مباري ايه ايه اه عفاك 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 اصبوع الماضي صدر الحكم النهائي كان كتير 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 قاسي صراحة ما بعرف شو الحكم بس حسات من لهجة الكتابة انه كتير قاسي شوفوا اتهمية جبل لبنان اصدرت قرارها في معنفي الاطفال في حضانة غاردراف اصدرت لعية الاتهمية في جبل لبنان برئاسة الكادية اميرة شحرور وعضوية المستشارين القاضيين هبة هاشم وجوزيف تامر قرارها في قضية تعنيف الاطفال في حضانة غاردراف الذي اتهمت فيه المدعى عليها الجني الحلو بجناية المادة خمسمية وسبعة واربعين معطوفة على المادة مية وتسعة وثمين وميتان وواحد من قانون العقوبات بعد ثبوت توقعها النتيجة الجرمية المتمثلة باحتمال وفاة اي من الاطفال لاسيما الرضع منهم اختناقا او تأثرا بالضرب قصوصا الواقع على الرأس من جراء افعالها التعنيفية في حقهم والتي تحجم عنها رغم تنبيهها بخطورة ولم تفض بدورها الى هذه النتيجة لسبب خارج عن ايراداتها والظنبها بالجنحة المنصوص عليها في المادة خمسمية واربع وخمسين معطوفة على المادتين خمسمية وتسعة وخمسين وميتان وسبعة وخمسين من قانون العقوبات لاجدامها على ازاء البعض الاخر من الاطفال وبالجنحة المنصوص عليها في المادة خمسمية واربع وثمين لاجدامها على توجيه العبارات النابية في حق الاطفال وزويهم ايه نعم نعم الحكم كان كتير كتير قاسي ايه مخرج كتير 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 قاسي كتير قاسي يعني خاصة المادة خمسمية وسبعة واربعين ما بعرف شو يعني بس بس واضح ان خمسمية وسبعة واربعين مش انه مادة واحد او مادة اتنان لا خمسمية وسبعة واربعين معطوفة عمية وتسعة وثمين والميتان وواحد ايه 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 بس مش انه يعني مش انه بس خمسمية وسبعة واربعين ومش بس هيك كمان ظنوا بها ما بعرف شو يعني ظنوا بها بالمادتين خمسمية وتسعة وخمسين وميتان وسبعة وخمسين ياللي منصوص عليها بالمادة خمسمية واربا واتمنين. ايه هلأ كل هول شو يعني? صراحة ما فهمت. لك حتى ال ال بي سي ما فهمه. انه ليش? هينقوا علينا مش دارسين انون نحنا. مش دارسين انون ولا محامية. شو نافعني الخبر? طيب خبروني شو نافعني الخبر هلأ? ازا كله ريتو ما فهمت منه شي. انه خبرونا. نحبست سنة سنتان خمسة عشرة براءة شو عرفني. مخرج لك. مش عب اسمعك انا وينك. الجمعة الجي. الجمعة الجي. بدك تحفظ انون العقوبات. بدك من ستمية وخمسة عش للستمية واثنان وعشرين. بد نسمع لك كل يوم مادة. في اكزا مائك ريه. مش انه تجييني مش دارس. مش دارس في العبادك بنجيب غيرك. سمعتني? بدنا نشرح للعالم بكرة. كل قوانين تطلع فسرلون ايها. بدنا نكون بالجون احنا فهمينينا. بس مخرج بتعرف شغله? بتعرف شغله? بعد ما في ولا برنامج. بدي اقوله يعني. ما في ولا برنامج بيقدر ينفسنا نهار التنان. ما حدا. ما حدا. ايه الخصي كبرانة. هيك صارتها القد. كبرانة اللي خصي ما خصي ما في ولا بحطة تسترجي تحط شيء قبيلي. عبقوله علنا. بس تعرفوا بيناتنا في برنامج واحد. تخافوا يحطوه التنان. صراحة يعني هيدا بمال كل برامج التانية بمال. شو? احزاب? احزاب شو خيه? ديك سمي. سمي. سمي ياللي بدك. يلو. سمي. لا. كمان لا. هيدا اكيد لا. هول بدون ينفسوني. حبيبي ولا واحد من هول بيخوفني. ياللي بيخوفني هو انه يعرضوا مقابله. ما سمير شعشع. اه يا جماعة اهضم مقابلات اهضم مقابلات اكتر مقابلات فيها ضحك. مش معقول يعني. مستوى المستوى الضحك بالهالمقابلات كتير عالة. بشرفكم جديد ام تي فيه البي سي. بشو بدي حلفكم? بحيات اللي بتحبوه. عملوا مقابله. نهار ياللي بدكم بسميش نهار التنين. ما بقدر ما بقدر نافذ افشاته. يعني ما بقدر يعني بتبهدل ادامه. بتبهدل ادامه. شو? بدلك نستضيفه بحلقة? ايوه. خلص. خلص اوكي. حلقة الجي راح يكون ضيفة سمير جعجع. شو رأيك? اخي عم بمزع عم بمزع عم بمزع. شو باك? صدقتوا كلكم صدقتوا. اه كل جمعة بقول ما بدي احكي عن القوات وعن سمير. بس ولا جمعة باطعول اياها. خميس الماضي. سمير طلعب مقابله. بس بيناتنا بيناتنا. انتو عن جد سائلين. انتو عن جد انتو سائلين. انا بتعملوه قصد. انتو كلكن ناطرين السيد. يحكي الجمعة وما حدا كان ناطر سمير يحكي الخميس. طب لا. لا بتعملوه بها الاساوي. شو قصدكم? شو قصدك? لا يا خي. عاب والله عاب والله ما في يقوله. انو شو كلامه متل قلته? مش ما اقول انت. ما رح علق. ما رح علق على المقابلة. رح اكتفي بالبوست اللي حطه نايب السابق ادي معلوف. شوفوا. عاجل. مراكز الكرار العالمية كما الاسواق المالية واسواق النفطة تتركب كلام جعجع اليوم مصادر غربية وشركية تتوجس من مقابلة الليلة. لك نصحتك تخفف مقابلات. بتقوم تطلع عابل مقابلة السيد بنهار. خي معقولة. ايه قلت? لك انا قلت مراه علق. بس مش قادر. مش قادر. خي تعرف شو قيل للسيد? بتعرفوا تعرفوا شو قيل للسيد? خبروني انتو بتعرفوا. قال له نسعب من الجنوب. وحطه بقنة. والله هيك قال له. قال له نسعب من الجنوب وحطه بدقنة. ما اصلا هيدا الدقن مش لازم تكون موجودة حكيم. لك لازم تكون حالة اشواربك قابل. تذكر? وقت الواحد. قبل ما تربية بتحلق الاشوارب كان لازم تنصدق. تاني شيء. السيد مش من الجنوب. السيد بالضاحية. بعرف نكتبايخة بس منقلت بنزل شوية لمستواك. تالت شيء حكيم اسلام تفهمك. روح عند السيد وعلموا كيف يكون الانسحاب التكتيكة. ما انت ملك الانسحابات التكتيكية من شارق صيدة للشبل. شو قل? سألته. سألته المزيعة. مش ناطر كلمة السيد? قال لا 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 ولا شوية ولا شوية ولا شوية ابدا ابدا ابدا. هو شو? مش بس ناطرها. لك حط حضرها على المنار. رجلش المنار حط آآ كاس. قد قرقيلي قعد يحضر السيد. لك يا زلمة ما كل عمرك كنت تحكي كل ما يحكي السيد يعني من بعضه. نطين نهار. وترد عليه نانا كل شيء يرجع لك نانا. شو ضربك على راسك وطلعت قبله? وهو يعرف من زمان انه بده يحكي نهار جمعة. فتت وفوتت ال ال بي سي بالحيط كله. اخ امرنا لالله. امرنا لالله. ما نضال بالقوات. شو بدي لكم? شو بدي لكم? شوفوا. برجع بعلق. ستريدة جعجة. عامل بوست. ابتداء من شهر ايار الفان وثلاثة وعشرين. ولغاية نهاية نيسان الفان وارب وعشرين. ستكون مؤسسة جبل الارز. بزيادة عدد الحصص الغذائية التي تكون بتوزيعها شهريا في قضاء بشري. بنسبة اتنان وستين فاصل ثمانة بالمئة. اي ما يعادل الفان وستمية واربعين حصة سنويا. ليرتفع بذلك العدد من اربع تلاف وميدان حصة سنويا. الى ستة تلاف وثمانمية واربعين حصة سنويا. يعني يا عيب الشون? هاك عم بتعاملوا ولاد بشرة? بدل ما تعملولهم مشاريع انمائية ومشاريع زراعية ومشاريع سياحية. قاعدين تشترون مصرياتكن? هلقدم قافل سين سياسيا تنزدين توزيع اكل للناس? هلا مش غريبة لاش خسرتوا مقعد. الله يستركن بعدين. شو جاييكم. بس ما خلصنا هون. كمان قواة سامير. كمان قواة سامير ما ما عارف حس ان عاملين سيستام انه بدهم يعملولي حلقتي كل جمعة تكون مبنية عليهم. انتم تعرفوا انه مرشح سامير جعجع على رئيس الجمهورية. يعني اللي صار له اشهر بيحكي فيه وباسمه هو قائد الجيش العماد جوزيف عون. لا هون كل شي تمام. في اشي ما في اشي. يعني الشخص لازم يعمل كل جهده. طي وصلوا الرئيس الجمهورية. شو عملوا? جهابي ذات القوات. شو عملوا? شوفوا. تقضى من قواة تكتل جمهورية القوية لرئاسة مجلس النواب باقتراح كانون معجل مكرر. يقضي الى تعديل سن التسريح الحكمي من الخدمة العائل لرتبة عماد في الجيش. وطلب النواب موكعين على اقتراح الكنون ادراجه على جدوى الاعمال اول جالسة تشريعية ساندل لاحكام المادة مية وعشر من نظام الداخلي للمجلس النواب. واعتبار الاسباب الموجبة تبريرية لصفة العجلة. كم عماد بالجيش عنا? واحد. يعني قدموا انطراح للتشجيد لقائد الجيش. ياللي هن بدون يا رئيس جمهورية. اذا انتم فهمتوا هن فهموه. يعني هن قدموا القانون وضعوه. كيف بدكن يا رئيس جمهورية? وبنفس الوقت بدكن يا قائد جيش. كيف? صراحة بيحتار الواحد شو يحكي? يعني ما واقف سابتة ما بتتزحزح. انتم ملاحظين دعايات بلبنان اخر ما ادي اداش سايرة كرييتف? يعني ما حدا بيقلد حدا. يعني كل واحد بيطلع بفكرة وبينفزها وكل فكرة احلى من الثانية. شوفوا. فرشة مجوزة بهال مواصفات الطبية. بيطلع معها ست مخدات وزن المخدي سبعمية وخمسين جرام. بيطلع معها واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. وبيطلع معها شرشف مجوز مع تنين وشتكاي عدد اتنين. وبيطلع معها الحاف فايفر من طبع القتلات. من طبع القتلات. هو زات ومترين بمترين. عحر العالم. قرب يا عبد. هالفرشي سما كده خمسة وعشرين. الى اربع مسكات اماش منه فيها. فلتر البكتيريا بفيكن تفتحوه وتنطفوه بمكانة الهوفر. اماشا بيجي كتان صوره انا اماشا بيتصوبهم. تيجي قابل كل شيرة الصور. مالنا السفنج. عالتال ما تقول حاف. خليك ما. هاينو نخدر اللي بتنغسل كمنا صور. هادي الوحدة. اثنان. ثلاثة. اربع كمان هدايا. عالتال ما تكون حاف على الاخر. ويجي معها شرشف مع وجان مخدات كمان هدية. فرشي معروف اماشا. قطن مية بالمية مصري. فيها موت جعفو يرطوبة. فيها اند بكتيريا. اماشا بيتصوبا. فيها كفاري خطية عشر ستين دقائية عطل. هدا السعر ما احدا حيلاق ايه متنو بلبنان كيلة. هادي فرشي متنو ما شايفين سنو كده خمسة وعشرين سمتين. كلا مسكات اماش. كلا فلتر هو عشان ستعقيم. هادي فرشي فيها كفاري خطية عشر ثنين. وبيطلع معها كمان. مخدة. اثنين. ثلاثة. اربعة. اربعة مخدات. طعمين شراشف. اوكي. وكمان مخدتين عند محمد. ايه ده. يا خلصة مخدات. التوصيل والنقل والاحتالي مجانا وين ما بيكون البيت. خدمة النقل والتوصيل متوفرة عجميع المناطق مجانا. والتوصيل ونقل مجانا وين ما قدتوا البيت. ابداع. 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 بس بعد ما فهمت. لشو كلها التكيات. هن بدوا يناموا على الفرشة او انا بدناموا على الفرشة. شفهمين. شو بد بست تكيات على الفرشة. شو بدلاني مراسي واش راية. اخ اول ضيف معي اليوم هو عنده هيوية التصوير وزيارة الاماكن اللبنانية اللي رائعة. ضيفي هو طانيا عباد. هاي. هاي. كيفك؟ موزور. نيح. تقدر. تانكيو. طانيا اليوم انت منك تيكتوكر. ومنك اذا بدك انفلوانسر. لا. اليوم انت معي لانه عندك هواية. اول شي انت ادمن بصفحة الابونا خميسر. انت عندك هواية تزور اماكن لبنانية. صحيح. في صور بتنزلها على صفحة الابو خميسر. وفي صور اكيد لقلك. خبرنا اول شي عن هالهواية. لاش كيف كيف. كيف هيك يعني. بلشت فيها. اه. الهواية بلشت من انا صغيرة عاملية كان 16 سنة. بمشي بالجبال بحب الهايكينج. اه. تخيم بالتلج. يعني شوي شوي مع الاوقات تتطوري تصارت اكستريم اكتر. فصرت الحق العواصي في الرعد وهيضا. بعدين تطورت اكتر صرت عالي اكتر الليفل. بالهايكينج اطلع اصور بالقرن الصوداء بحرارات واطي كتير. توصل لوسقتها بسنة 2016 لتلتين تحت الصفر. اه. من هون بهول مناطق العالية اكتشفت جامال باللبنان ما احدا بيعرفه. يعني اليوم العالم تلحق المطارح الهيني مسلا حريصة جعيطة كذا هاي المطاريح. المناطق السياحي المعروفة. بس السحر هو دايما بقال لون انا بالجرود اللبنانية. فمن هون اتطورت الهواية مع الوقت بالهايكينج متمع ما نشوف هون بالتخيم بالتلج وهيدو. هيدا جامال يعني هيك فيو بانوراميك مسلا بجرد الارز هون مطارحي اللي العالم ما بتزورها قليل. او مسلا بجرد لك بتشوف في الملكي وي مجرد دربة التباني اللي هي. اه. والسهول اللبنانية. مين بصورك انت بتصور? هولي اجميعا كله انا بصوره. انا لحالة. اخط الكاميرا فيكس. صح. بطع لحالة. صح. لو شاتر ويلا. لو شاتر. حسب هيدا ايه. والريموت اكيد والكاميرات يعني الموجودة معي. ايه. انت بتحب التخيم بالتلج. صح. ما ما بتروح صوب البحر وايك? يعني بتحب الجبال اكتر? الجبالية اكتر. البحر ما بيعني له. ايه. تضاريص الجبالية المغاور. الربال على الحبال. ايه. الجبال تحس فيها ايه. يعني التضاريص اكتر فيها غنغ. البحر انا بشوف الفلات. ما رح بتستفيد من الهوية لانه هواية. صح. متل ما ما اتم عم بتقول. بس اه. اديش. اديش بتعطيها من وقتك. اه. هلأ هي كهواية. مانا بس هواية. بس هواية. بس هواية. بس هواية الجبالية هون عم نحكي. نحنا بالهايكينج وهيك. اه. من وقت اي. اذا بدك تسعين بالمية من وقت الفري. لانه يومية كل يوم بروح انا وكلبي خمسة وعشرين كيلوماتر هايكينج بالجبال عنا بالجرود بالشمال. اخلاب يعني هايدي هواية. ما بصهر ما بشرب. هايدي. بدي اتصالها هايكينج يومية. شوف شوفي اول شي خلليني الضيفة قهوة. 2N1 3N1 كافيكس. 2N1 3N1 او كابوتشينو. 3N1. 3N1. تانكيو. توني عم شوف صور هلا هوني كمان. شوفي مناطق بلبنان. اكتشفتها وما كنت تعرف انه هلقات حلوة. اه. نعرف انه في كتير اشياء حلوة. يعني مع هايدي ما في شك. بس مساء اشياء ما كنت تعرف انه هلقاتة حلوة. باختصار كل المناطق اللي فوق الالفان متر. بس مش مش جردية هالمناطق. هي جردية صح. بس الغنى اللي فيها. اه بالجمال اللي كان لوقت السانسات او وقت العواصف التلج ووقت العواصف الرعدية. اه الالوان اللي فوق النقاوي بالهوى وللتصوير. صراحة الجرد ما كنت متخيلوا ابدا معنا بيقولي انه جرد ما في شي بس. مم. وللتصوير صراحة الجرد. وبقيام الشتلج والشتة. احلى شي. هيدا الادفانشور يعني هيك تفش خلقي عن جد بالادفانشور هي بالجرد. بس بالتصوير بانطر تمشين تروق العصفي شوي. تايطلع الصور احلى. تايطلع الصور احلى بس يروق التقص دايما. بس انت ما عندك بيج. يعني ما عندك صفحة. اذا بدنا يتبغوك المشاهدين. ما عندك صفحة شخصية. صح. ما حبات تفوت بيجز برسنل. ما حبات احروق حالي بين الناس. مما كان بيحب يصور. حبات اتركك شي انا لا لي غير. طب هلا اذا بدنا يتبغوك وين فيهم يتبغوه. هلا فيهم يتبغونا انا في الفان هلا كمان عم بستعمل بتصوير عندي. فان. ها هو ها هو اصلا هيدا الفان شفت صور. هيدا الفان. مطعم يمكن صور هالي حوالي حوالي حوالي. ايه. فان دولاس دوت وان. اه وعلى صفحة الاب هالي خميسر كان يمزيت الوقت. هول الفان عمل في اه كيشينات اه تخت هاي كزا. حبات ابرم كازر صور بين المناطق اللبنانية. بين ضيع والبلدات وهيكي. انو وين ما بدي بوصل بصفه بخيم وبصور. متاجره. محمد محمد محمد. حلويا نطلع. يا الاف اه لو سهلو بس بدك. بيطلع فرويل وما فرويل بتلج وما تلج. مجهز مجهز. مجهز. بشوفهش وهو نشوفهش كمان. كله جاهز. كله حتى فيها شف الزفاء الهوية. اللي اااا. مكلفة خصوصا انه بدأك وقتبك تطلع اتخيم بالجروط وتيكون الحرارة. كتأكت من اول قبل يعني بتحكي بالكاميرا بالكاميرا أكيد تتصوير فيها صح وبعدين الكلفة أكتر وين بتروح وقت بتروح أكتر يعني أنت اليوم وقت لبداك تتخين بـ 30 تحت الصفر بدك عدة يعني هايدي صدق صارت أغلى من الكاميرا يعني الشوز اللي واحده مثلا أقلا شوز تشتريب 500 و 600 دولار كمان طبيعي يعني هيدا أقل مطيبة المعينة طبيعي ترقوا جراك من الساعة صح صح فأي مكلفة وأكيد اللانسات والكاميرات كمان بدي يكون عندهم تجهيزات تمشين يتحملوا الساعة البطارية تمشين ما ينتزوا بالساعة ويضاينوا معي طب بتواجه مشاكل يعني وجهت مسلا شي خبرني شي مشكلة واجهتها مسلا ما بعرف في مرة طلعت خيام بالقرني الصوداء مدت العاصف أكتر من ملازم فانزربت فوق الشي أربع تيام هو كان مفوضت لخيام ليلي أو ليلتين فمدت معي شي يومين زيادة طب أنت تكون لحالك مسلا لحالي مع الكلبي أنت عطل بس أنت وكلبك؟ أنا وكلبي هلأ أكتر شي بتأكله يعني إذا الأدسة أكتردين بيأكلني قبل بيأكلك قبل بركي جوع قبلك بس أنه لا بد أن تروح لحالك أنه حلوة قوات حلوة المشاركة صح بس وقت اللي عم تمشي أنت بعاصفة أقل حرارة عم بتكون فيها 12 تحت الصفر بالجل مش مين مكان مش مين مكان مثل عم تشوف هون بالصورة هايدي هون من بعد ما خلصت العاصفة كانت هوني 15 تحت الصفر في صور منهم بيبين مجلد وجه متل هون يعني عم بتكون مينس 12 يعني ما حدا حي يعني بينزعوا لك مشوارك إذا بك تاخد حدا معك وما يكون معوضوا يتحملوا وقال له مشوار بيجعب إلى 25-30 كيلومتر وبقلب عاصفة فما حدا حي يفوت هايك فوتي طب توني أنت عمل شي صحفات أولية أكيد تعرف كيفية تتصرف أكيد العواصف وخلال إذا صار الأفالانش أو شي صحيح صحيح اللي بدو يعمل هيك شي بدو يفكر بطريق الرجعة قبل الروحة يعني بدو يفكر بالسيفتي طبعا السيفتي هي أساس كل شي ليش ما بتعمل إيجلو ليش بتطلع بخيمة بلا ما بعمل إيجلو هاي الخيمة هلا إنه إيجلو إجمالا بيستعمل أكتر للي بدون يقعدوا بالطلج صح صح ما انتبهت هوني بعتلق صورة بس انبلا فيه مطلع فيه إيجلو وحتى الخيمة هي زيتة أنا هلا وقت بيكون تقصافي مثل هون يبحطها على الوجه بس وقت اللي بيكون فيه عصفة لأ بغمقها بالأرض بنزلها بالمتر ونصف مترين وبتمرها بالتلج والتلج وقت اللي بيجلد بيعطيني حرارة ستيبل جوة ثلاثة أربع درجات فيش شي مرة رس تعنت مثلا بالدفاع المدنة أو صليب الأحمر صار معك مشكلة علاقة حكتر من لزوم أبدا يعني هون اللي علاقتن وقت الزيادة وقت الزيادة هوني وتدريبة لأحال شو بتاخد معك أكل مثلا كيف لو تطلع تخيم شو بتاخد تطفى شو بتلبس تطفى شو بتشرب نعم كيف بتسخن اللي بدك تشربه صح البدء أكيد بدي يكون معك أكل صغار كل شي بيكون سليم ما بيكون فيه وزن بعدد التخيم طبع التلج مثلا بياخد معي كونياك الكونياك بيحافظ بيعطيك حرارة كتير دوب تلج أكل كل شي معلبية بس بيقوله الهوت شوكليت هو أكتر شي منيح مظبوط بس أنا صراح يعني كونياك بيفتح لك صح بيسرع مثل المبيد يعني بيدفيك بس مش ما بيكون دافع عن جدي ما بيضاين صح بيساعد بي إنو الكونياك إذا بدك أكتر للإمرجنسي مظبوط هو الهوت شوكليت أكتر كل شي تشوكليت بيعطي حرارة للجسم وأنرجي كمان بس بعتمد أكتر على الكونياك تألع أكتر بس أخد كونياك بحال سقعت بس ألع عمشي خلاص ضفي جسمك صار ستيبل الأكل يعني كل شي مع البيت فيه إشي أنا بطبخة بالبيت ما بدا تسخيم ما بدا شي وأكيد برجع بلك دايما الباك اللي بتكون الباكباك اللي عدهري كمان بتكون مجهزة بإذا بدك إنسوليتر عايز الحرارة لكل شي أكل بالطريط وكل شي يعني الأكل للمعدد شو مرة تردت كل شي من الطبيعة؟ أو لا؟ بصراحة باعة ما في شي أصلا مطرح ما بتروح بجرب ما في شي مصبوط لا في شي شي ضب كطبة مسلا كي يجمع عليك توني تانكيو يا هلا يا حكرا يعطيك العافية وصور كتير حلوين تانكيو واللي بيحب يشوف توني في صفحات السوشيل ميديا عم بيقطعوا مش شوف توني شوف صور توني صفحات السوشيل ميديا فيكم هايضا تشوفون تانكيو توني في الهدية لقالك من كافي ليوكس كمان وأنك حبات تانكيو تانكيو اليوم رح نخلطها ونعرف أكتر عنه ضيفة ربيع الهبر خليكم معنا